وبالعودة إلى ملف أعمال المؤتمر العلمي الرابع الذي أقمه القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين في العراق ينضم إلينا للكلام عن ختام هذا المؤتمر من اسطنبول نائب مسؤول القسم العلمي في الهيئة الدكتور عماد الجبوري أهلا ومرحبا بك دكتور عماد أهلا بكم سيدي الكريم أياكم الله بداية ما هي الخلاصة التي استحصلت من عقد هذا المؤتمر الذي جمع هذا العدد من الباحثين والعلماء وطلبة العلم في إطار التجديد بالدراسات والعلوم الإسلامية بداية شكرا لكم على الاهتمام وعلى التركيز على هذا الموضوع المهم جدا الخلاصة سيدي الكريم أنه كما يقولون أن قطع الألف ميل تبدأ بخطوة والصعود إلى أعلى الدرجات يبدأ بأول درجة يمكن أن نقول أن هذا المؤتمر الخلاصة أنه هو أول خطوة وأول بدرة لإنشاء مركز أو مؤسسة أو نواة للتجديد في الدراسات الإسلامية خصوصا طيب كيف يمكن ترجمة ما ورد من بيان ختامي وأوراق بحث طرحت في هذا المؤتمر إلى خارطة طريق عملية تسهم في التجديد في الخطاب الإسلامي والدراسات الإسلامية من حيث العموم هذه البحوث والأفكار ستتحول إلى واقع عملي من خلال وضع ضوابط ووضع شروط لكي تقف بوجه التحديات والمسائل الأخرى والأهواء وبنفس الوقت لكي تكون حلا لكثير من المسائل والنواثد وفق دوابط الشريعة وتخدم الإنسانية جمعا هل تعتقد أن عقد مثل هذه المؤتمرات سيضبط الانفلات فيما يسمى التجديد بالعلوم والدراسات الإسلامية ويعيدها إلى أصولها ومنابعها الحقيقية لا يمكن القول أنه سينهي الاتجاه الآخر لكن سيظهر الضوابط الحقيقية لمن أراد اتباع الحق وسيظهر الضوابط والشروط التي يمكن أن تكون موافقة لمبادئ الشريعة الإسلامية وبهذه الطريقة يمكن أن تكون الصورة اللاضحة لمن أراد اتباع الحق إلى أي مدى بات من الضروري جدا اليوم تركيز البحث الفقيع على المستجدات والنوازل وضبط قواعد الفتوى وفق شريعة الإسلامية بعيدا عن أي مصالح سياسية سيد الكريم اليوم النوازل كثيرة جدا وكل يوم تظهر لنا مسألة أو تنزل بالأمة نازلة أو بالإنسانية بصورة عامة نعم فنحتاج أن يكون هناك علماء ومراكز تحفية ومؤتمرات لكي تكون جاهزة لمثل هذه النوازل ولمثل هذه المسائل بعيدا عن أي ضغوط سياسية لا تكون الفتاوى ولا الأحكام وفق أهواء أو وفق اتجاهات سياسية أو وفق أفكار من مجتمعات غازية هناك الكثير من البدع المعاصرة التي تخرج بين فينة وأخرى كيف استخلص اليوم المؤتمر للتصدي لهذه البدع؟ سيد الكريم مثلا من ضمن التوصيات المؤتمر يعني هو التصدي للبدع المعاصرة في العقيدة من هذه البدع مثلا الدين الإبراهيمية أو الدين الإبراهيمي الذي ظهر لنا لمصادمته أشارة الشرعية وتوظيفه للمصالح السياسية يعني من هذه من أبرز المسائل مثلا خصر المسائل الفقهية مثلا نادرة في المحاكم الشرعية مثلا تحرير محل التجديد في أسل يعني هناك أكثر من مسألة لكن يعني كل هذه المسائل قلنا مثلا يعني حتى لا تكون وفق البدع ووفق الأهواء كان هذه التوصيات ظهرت لنا توصيات ترد أو تضع حواجز ونقاط لما هو صح و لما هو بدع وضلال المؤتمر اليوم كان بهدف دعم الحركة العلمية التجديدية الصحيحة لمن لا يعرف هذه التثمية أو ما هذه الحركة فما هي الحركة العلمية الصحيحة لأنه كما تعلمني سيدي هناك أحيانا نبقى على المسائل والفتاوى القديمة والمسائل القديمة وفق الكتب القديمة المحاولة اليوم أنه نكتب بطريقة جديدة وفق ما يتناسب مع مجتمعاتنا وفق ما يتناسب مع التكنولوجيا وفق ما يتناسب مع التطور العلمي بما لا يخالف الشريعة الإسلامية أو ما لا يخالف تورط الشريعة الإسلامية هل في خطط هيئة علماء المسلمين والقسم العلمي فيها مواصلة عقد هذه المؤتمرات بالشراكة والتعاون مع جامعات ومعاهد وأكاديميات إسلامية وتوسيع عفاق الخطاب الإسلامي والدراسات الإسلامية فنية يعني هناك عمل فنية وأن يكون مع جامعات ومؤسسات إسلامية ويعني هناك عمل سابق ولكن بسبب وضع كورونا توقفت هذه الأعمال التي فيها تعاون لكن بإذن الله بعد ما رفعت بعض قيود كورونا سيعود العمل إلى التعاون مع المؤسسات والجامعات العلمية نائب مسؤول القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين الدكتور عماد الجبوري كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول شكرا جزيلا لك لنضمامك إلينا